موسيقى صباح الخير صباح التفاؤل صباح السعادة والابتسامة الحلوة يا رب والصحة والرزق والعافية وكل حاجة حلوة على كل مشاهدين الغالين في كل مكان توحشونا جدا يوم الأجازة ونستنى يعني بفارق الصبر أننا نتقابل معاكم ونكون سعداء جدا في الساعتين اللي بنقضيه معاكم على مدار الحلقة حلقة النهاردة صباح النور إلى 2 1 فبراير 2021 يا رب يوم جديد جايب معا كل الخير لحضراتكم جميعا صباح الفل يا سحق صباح الفل يا هبة وصباح الفل على كل مشاهدين ومتابعين من كل أنحاء العالم يا رب يوم جديد كل خير وسعادة وبركة وكل حاجة حلوة يعني يكون كده بداية شهر جديد كمان وبداية يوم جديد تكون بداية كلها خير يا رب على الناس كلها الحاجة الجديدة أو اليوم الجديدة أوsole الجديدة أو الشهر بنتفاقل kita بنحس كده يعني مهما كانت الأخبار سلبية والدنيا حولينا يعني مليانة لا بس دايما البدايات الجديدة بتخلينا كده نقول يا رب ان شاء الله يعني كمان في براير بيقولوا يعني أن الأعداد الكورونا تبتدقل يعني كتير جدا في الشهر ده فبرضو بداية خير يعني أنا بس عايز أقول في موضوع بقى أنا كنت أقولت كورونا يعني إحنا بنبقى عارفين الحقيقة يعني الأعداد طبعا من المتسجلة في وزارة الصحة شايفين أنها بتقل والدكاترة قالوا أن المستشفيات والحالات الخطرة فيه بس يعني أهدى شوية أكيد طبعا من الأول بس أي أخبار بنسمعها وأي أخبار بنقراها على السوشيال ميديا حقيقة أو مش حقيقة لسه إشاعة ما تأكدتش إحنا مش عايزين حالة الزعر والخوف التملانة لأن دي الحقيقة يعني كل الأطباء له كده ومعلومة يعني تأكدنا منها الخوف بيقتل المناعة التوتر بيخلي عندنا إحباط بيخلي عندنا يأس باش عندنا أمل في حاجة فبنلاقي نفسنا وقعنا يعني سواء فيه إصابة أو ما فيش حالة الخوف دي ممكن نهير وحدات ضياء البنياء ده متقتل فمهما أريته أخبار سيئة يعني بلاش كده خلينا نملى نفسنا بحاجة حلوة وبحاجة إيجابية أحكي لك بها حاجة إيجابية لا مش هي مش إيجابية السلبية على الصفحة مش سلبية يعني إحنا بس عشان ناخد بالنا الحكاية بتقول إن فيه مستر حسين مستر إكس تقول لي مين مستر حسين ده أقول لك ده راجل نصاب أصلا هو من قرى محافظة المينيا معرفش من مغاغة أو بني مزار المهم يعني لما حبا يبو حواليه وكده وقال لهم على فكرة أنا بشتغل مش عارب بصدر إيه للصين وبجيب إيه من الصين وعند شركة استراد وتصدير وعشان أنتو حبيبي وأهلي وناسي أنا هشغل فلوسكو معايا اللي حابب يشغل فلوسه وأنا أي حد يشغل فلوسه معايا هتديله كل شهرين 35% من أصل المبلغ كل شهرين؟ كل شهرين يعني دفعت 100 ألف جنيه كل شهرين تاخد 35 ألف جنيه وفيقون بوسة ده لو بيتجر فما فيش أصلا حاجة بيجيب كده يعني آه شايفينا هي شكل الفلوس طبعا بتبقى مغرية يعني فالمهم في ناس بتدي تديله 50 ألف جنيه فعلا بقى يمشي معاهم ويديهم الفايدة دي مبلغ كبيرة كل شهرين ابتدى ده يشوف جاره بياخد فلوس فابتدى ده يدفع فلوس فابتدى ده ده حاجات كتيرة جدا فابتدى عمدة البلد يدخل الأول بمليون واثنين مليون لحد ما عمدة البلد باع تقريبا أرضه ودخل بحوالي 52 مليون مع مستر حسين يعني هو الأول عشمهم إنه مش كداب بإنه فعلا ببتدى يديه بكل شهرين عشان يحسوا بالأمان ويدفعه أكتر ده على الثلاث سنين يدفعه هو بيعمل بيلبس طائية الدل ده يعني ياخد من ده فلوس يروح مدي ده فلوس ياخد من ده فلوس وطبعا هو من اللي واحده مش هيقدر يلم فلوس كتير فهو كان مشغل ناس معاه إحنا من طرف مستر حسين فلما يجي يخبط على الباب يقول لنا من طرف مستر حسين أمان بقى أدفع الأرض اللي أنا بيعها أو الفلوس اللي معايا كلها روح مدي هل طبع طبع أصلا مستر حسين ده يعني ثقة يعني لم كام في قصة بتقول إنه هو لم مليار ونص وفي قصة بتقول إنه هو لم ستة مليار بس أنا بس عايز نقف عند كذا حاجة لمهم من قرى في محافظة المينيا من مغاغة ومن بني مزار لم مليار ونص أو ستة مليار مبلغ كبيرة جدا بتكلم في مليارات يعني لم المليار ونص أو ستة مليار جنيه وبعدين خلع فيه مستر حسين مستر حسين دخ مفيش مستر حسين طب ويا عم والفويد واللي لنا واللي بتاع مستر حسين مش موجود ولما قبضوا عليه قالوا له انت سرقت من الناس تهموا إنه هو خد من الناس مليار ونص قال له محيات ولادي ما خدت مليار ونص أنا ما خدتش غير مليار ومتين مليون يعنيش أنا مش عارفة أقولها لأنه ما بلغ كبير ما خدتش غير مليار ومتين مليون أنا ما خدتش رجل طالع بريق ما خدتش مليار ونص خد مليار ومتين مليون ما خدتش مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين مليون ده تدفع كل فلوسها وعلى فكرة فيه واحد طلق مراته بسبب أن مراته مرديتش وفيه قصة تانية بيقول إنه واحد قتل مراته بسبب أن هي مرديتش إنه هو ياخد صغيتها وياخد فلوسها ويدفعها مع مستر حسين ليه ده بيحصل بس هو الموضوع يعني أولاً مش جديد مش جديد أطبعاً قصة مستر حسين دي والرقم المهمور اللي هو أخذ وده حاجة تخد لكن هي أقصد إنها قصة متكررة ومن سنين طويلة سواء شركات أو أفراد في فكرة النصب ده من الأول لكن تعالوا كده إنه أخد الموضوع من أكتر من زاوي أنت بتقول المينيا كرة السعيد بشكل عام مش هقول المينيا بس الوحدة في الظروف مادية واقتصادية صعبة والناس كلها محتاجة والناس كلها يعني أعرف مضغوطة ومش لقيها تعالوا أقول له واحد من اللي دفعوا لمستر حسين ده ووفر خمسين ألف أو مئة ألف عشان تعمل بيهم مشروع والمشروع ده بعد ثلاث سنين هيكبر وهيبقى حاجة كبيرة وتبقى صاحب مصنع أو تقدر تستورد تفتكر بسهولة ممكن يبيع أرض أو ممكن يستلف أو ممكن يبيع دهب مراته أو عشان يوفر المبلغ ده ويعمل مشروع نسبة كم في المية هتعمل ده هيبقى نسبة قليلة اللي هي الناس اللي بتعرف ستاجر أو عندها عاوز يتعلم أدئة من خبرة أو أنت لو واحد راح أخذ قرد من السندوق أو بيوفر له حتى دراست الجدوى بتاعت المشروع أنا بكلم في فكرة أنك أنت توفر عشان تعمل حاجة للمستقبل صح بفلوسك دي نسبة فأنا بختار الحل الأسهل في ناس تختار الحل الأسهل وحط على ده طبعا يعني كل شوارين أجيلي زيما طول 35% من المبلغ الأساسي بتاعي وحد يلاقي لقمة سهلة زي كده خدوا الدين فهنا فيه طمع وفيه استسهال اللي طلق مراته ده مراته رفضت ليه وحد يكره الخير ولا المكسب هيأكيد شايفة وبالعقل أننا لما فكر لا هنا فيه حاجة غلط فيه حاجة مش مزبوطة وليه نختار الأسهل مختار الأضمن حتى لو هتعف فيه شوية اللي بيبني بيلاقي وبعدين واحد شايف أننا لغيت عقلي ومسلمه بقى إرطتي وفلوسي وكل حاجة ما سرقكش ليه معليش أنت عايش فتح جيفك وبتقول لي خدي تفضلي صحيح مش هيخد ليه فأنت اللي ديتني فرصة أننا أعمل كده وزي ما بيقولوا كده القانون لا يحمي المغفرين أنت عايزة تقول ليلي طالما فينا الصاب يبقى قابله كان فيه طمع طبعا طبعا وفيه إنسان بيستسهل فالنهارده تيجي حاجة طالب بحقك قدام القانون أني حق أنت طلعت فلوسك أنا طبعا عزرة كل واحد اتكاوى في جنيه طلعوا وموجوعه عليه دلوقتي بس أنت القانون هيعمل لي إيه بزبط أنت ديت فلوسك بمحد إرادتك غير كده هي القصة باختصار أن القانون أخره هيحبسه يعني ليس في القانون على موضوع النصب ده هو متهم يعني النصب ده مش هيعدمه وحتى لو اتعدم وأنا خدت فلوسي لما هو اتعدم هي القصة باختصار خلاص أنه هيتحبس لما هيتحبس الناس اللي ليها ملايين وبتاعها خلاص عوض ربنا عندك فلوس قادر أن أنت تحطها في بنك تعملها شهادة تطلع لك عائد تحوش منه تعمل مئبية مشروعة أي حاجة بقى تستسمرها بأي شكل من الأشكال بشكل مضمون وبشكل قانوني اعمل كده يعني طالما فيه القدرة أنك أنت تعمل ده لكن توصل إن واحد حتى يبيع أرضه ده زمان يقولك الأرض عرض يعني مش حد بيعمل كده حتى ياخد فلوس دي يديها لوحد يستسمرها تم أنت الأرض دي تقدر تزرعها وتقدر تاكل من خيرها هتجيب لك كم يعني هتجيب كم فلوس مش هتجيب في الآخر مبلغ يعني مبلغ كويس لو زراعها ده سعب بتخسر كمان لكن هو النهاردة يقولك تمنا النهاردة لما بيع عشر فددين وحطهم في الفلوس دي بعد سنتين تلاتة على الكلام اللي هو بيقوله اللي ده هيبقى معي مئة فدان ده تفكيره طب تعال نفكر بتفكير الوقت الحالي اللي احنا فيه وانت شايف أن يعني فيه توجه حتى للدولة للاهتمام بموضوع الزراعة وانحنا نرجع بلد مرة تانية يعني تزرع وتأكل نفسها وتصدر هو اللي عايز فلوس هو مش بيفكر مش بيفكر في التفكير ده هو بيفكر انا معي مليون انا عايزهم يبقى عشرة مليون وانا قاعد في بيتنا انا قاعد بشرب كبات الشاي وبتابع المسلسل اللي بيجي بالليل ده والمليون يبقى عشرة مليون والمئة ألف تبقى مليون هو عايز كده وعندين فيه حاجات غير قبلة ان الناس بتفكر فيها زي اللي كانوا بيدفعوا 300 و 400 ألف جنيه عشان يود ابنه في البحر ويروح ايطاليا ولوات بيغرق اصلا وهو رايح فانت بتكلمي بالعقل وبالمنطق هو ما عندوش عقل وما عندوش منطق فانا بقول او انا يعني وجهة نظر ممكن تكون غلط يعني طالما فيه نصاب يبقى فيه طمع ما فيش حاجة في الدنيا اسمها 35% كل شهرين وما فيش تجارة في الدنيا بتعمل بتعمل كده لكن هو النصاب دايما زكي والنصاب دايما شكله محترم والنصاب دايما شكله ابن ناس بتكلم كويس قوي ومقنع او عندو قدرة على الاقناعة غير طبعية انا نفسي بقى يعني من المشكلة دي او حالة النصب دي واللي هي مش الاولى ولا هتكون الاخيرة وهنكرر مرة تانية طالما فيه واحد نصاب بيبقى فيه واحد بيستسهل او فيه واحد طمع تعالوا نعمل العكس اللي عاوز يعمل حاجة بيعملها اللي عاوز يتصرف بيتصرف مهما كانت ظروفنا صعبة اشتغل وربنا معاك اسعى وربنا هيعينك يتصرف دي بمعنى ده فيه ناس ممكن بتستلف في الوسة خطر تحط اساس لمشروع او لفكرة او انها تعمل حاجة مهمة وبعدين هتلاقي تلاقيها بقى مش بس بتسدد اللي عليها ده بتسدد وربنا بيبارك مرة واثنين وثلاثة واضعاف لانه شايف انسان مش متواكل فيه فرق كبير قوي بين ان احنا نتكل على ربنا وانه كلناس متواكلين بنستسهل اي حاجة اننا نعمل ما عنديش والظروف صعبة والحياة والحياة صعبة ده حقيقي الظروف المادية والاقتصادية صعبة على كل الناس ده حقيقي يعني محدش يقول اصلي فيه حد مستراح وفيه حد مش مستراح اصلي ده مش حاسس بده هالحكاية مش كده صدقوني لكن اسعى يا عبدو نسعى معاك اللي قادر انه يتصرف يبيع حاجة ولا دهب ولا ارض ولا يبقى معاه مبلغ زي ده يروح يديه النصاب ابتدي بيه مشروع صغير كده على قدك وربنا هيعينك ويكبر وتلاقي نفسك يا ترجع تفتكر وتحكي كل اللي انت مرت بي افضل مليون مرة من انك زي مسحاكا عايز تشرب كوباية الشاي وانت قاعد وتقول ان شاء الله ربنا هيبعت وانا هتديهم ولا تتخانق مع واحد نصحك نصيحة ولا امراضك اللي وقفت قالتلك لا ده مش صح ولا العكس يعني ممكن واحدة تكون هي اللي بتقول جوزها ما تعمل وهجيب لنا فلوس وهو شايف ان ده نصب وممكن يستسلم قصاد الزن بتاعها صحية عليه يعني ويروح ويدفع ويخسر الفلوس وبعدين هما الاثنين يخسروا بعض عشان كل واحد يقول لها ما انا قلتلك ويتقوله ما انا قلتلك اذا انا لو معايا فلوس عايزي استثمارها في حاجات تانية ممكن نعمل مشروع صغير ممكن نفتح مع حيال ممكن نشتري عربية ممكن نعمل اي حاجة ناكل من وراها عايش يعني دي حاجة انا بس برضو بشوفي حتة هبة ونفسي برضو دي للبلد بقى مش للمواطن نفسه النهاردة اسعار الفايدة عمالها تقل وواضح ان هي هتقل تاني والشهادات في البنوك بتقل وواضح ان هي هتقل تاني انا بتمنى ان يبقى في حاجة في البلد يعني زي صندوق استثماري او بس تبقى مضمونة من الحكومة يبقى فيها فايدة للناس لان بصراحة في ناس في مصر عايشة على فكرة الفايدة هي ما بيعرفش يشتغل ومعندوش استعداد يفتح مشروع او سنو لا يسمع فبيحطها في البنك فالنهاردة الفوائد قلت في البنك والشهادات قلت وواضح ان هي هتقل يبقى فيه اقبال على موضوع الشهادات يعني تعالوا نفتكر كده ايام شهادات قناة سويس قمناها في القناة الجديدة والاقبال بتاع الناس والمبلغ ازاي توفر في وقت فاحنا بنشارك في مشروعات والناس في الاخر الفايدة فانا بتمهننا يبقى فيه مشروعات قومية يعني مشروعات القومية يبقى ليها سنديقة وانا معرفش اقتصاديا تتعامل ازاي يعني بس يبقى الناس اللي عايزة تحط فلوسها وتستثمرها يجي لها من وراها عائد شهري تلاقي مكان آمن في البلد يمكن موضوع الراجل الحرام ده عشان الموضوع دخل في مليارات يمكن ينبه البلد ان لا الناس اللي معاها فلوس دي وناس على فكرة يعني عاديين يعني هما لمهمش من ناس مليونرات عايشين في القرى والا رجال اعمال الناس عاديين اللي باع ارضه اللي باع السيغة اللي باع الورثة بتاع ابوه اللي محاوش قرشين بيأكل من وراه ومعيش في البنك اللي كذا اللي كذا لان في ناس يعني مش كل يعني واحد معاه مبلغ 400-500 ألف جنيه هو غني ده ممكن يكون واخدهم من معاي يعني واخدهم طلع المعاش فاخدهم وكافئة نهاية خدمة فحطوهم فبيجبولو شهرية في الشهر فبنتمنى يعني يبقى فيه في الحكومة حاجة تستوعب المجموعة دي من الناس طبع برضو قولونا رأيكم واقترحاتكم ونصبح لكم ونقرأ تعليقاتكم يعني بتفرحنا جدا بصي وفيه أستاذ ريدا بشرة كاتب ان هو يعني ساكن في القرية قريبة من عند حسين ده او اللي هما بيسموه مستر حسين وبيقول ان حد الناس كتير من قريبه اتنصب عليهم في القصة دي يعني بتمنى حتى اللي اتنصب يعني اتنصب عليهم النفسي يتواصل مع مجموعة منهم يقولونا كاته ايه الفكرة يعني ايه اللي خلاهم يصدقوا في واحد زي حسين ده لاني يمكن لما يقولونا يمكن فيه حاجاته انا وانتي برضو ممكن نقولها تبقى غايبة عن يعني هما لما يقولوه عشان هما مروا بالتجربة اتنعوا ايه صدقوه ازاي ايه اللي خلاهم ضحوا بارقام او بكل الفلوس اللي هما يمتلكوها طبعا فانا يا سيد ريدا تواصل معنا ويعني حاولت بعتلينا حتى ارقام تليفونات او هما يتواصلوا معنا ونكلموا في التليفون نعرف ازاي نصب عليهم وازاي قدر ان هو يضحك عليهم فضال ايه دا نصبح برضو على سونيا فؤاد بتقولكم سهلا انتم طيبين وبخير ومنورين الشاشة ابو مريم صباح الخير والبركة منورين البرنامج موضوع جميل وياريت يكون فيه وعي زيادة للناس مرمر فؤاد صباح الفل جورج نصر الفوايد بتقل عشان التضخم بيقل ماهر ابو كيرو ربنا يبارك ومزيد من نجاح سمح صبحي بتصبح علينا بتقول كلامكم صح وربنا يسترها على كل حاجة جمعنا دميانا من اسكندرية صباح الفل عليك شنودة يهاب الانسان يجاهد ويشتغل وربنا يبارك حياته روما ممدوح احنا في ايام صعبة وربنا يرحمنا تمام سامية صليب مجدى مجدى بتصبح علينا مهندس يوسف بيقول الطمع يقل ما جمع الأستاذ مخايل شوقي بيقول من فترة عملت شهادات 20% لمدة سنة ونص مبقاش فيه الكلام ده معنا عشان كده بطالب ان يبقى فيه شهادات او يبقى فيه حاجات تخص كده لبنا ساعد صباح الخير من اسوان سيد عادل عبدالله بيصبح علينا من دميات انجيل نبيل بتصبح علينا بتقول يا ريت البنوك تستسمر الوداعة صحي زي ما ذكرتم مثل مشروع خانت السويس لان نقص الفايدة بتخلي الناس تصرف النظر عن موضوع البنوك هي اصلا موضوع البنوك ده موضوع اقتصادي بحت شوية باختصار خالص هي ليه ليه الفايدة بتقل فايدة بتقل معناه ان اقتصادك بتحسن ان التضخم عندك قل بالزبط يعني فيه بلاد ما بتديش فايدة اصلا ما بتدي فايدة صفر في المية او نص في المية او واحد في المية وبيبقى فيه سبب كبير جدا اللي هم مع هم مع هم عايز الناس البلد عايز الناس ما تحطش فلوسها في البنك عايز فلوسها ان انت تستثمرها اللي يفتح كشك اللي يفتح مصنع اللي يفتح ده يشغل حد وده يعمل كده فالناس تجري فلوسها في السوق فالاقتصاد كله ينتعش يعني واللي حابب ان يروح يعني اللي عاوز يعمل كده اعتقد البنوك بيبقى عندها اكتر من يعني اقتراح او نوع شهادات او نوع من الادخار مساء مش كده عهما ان الفايدة قلتهم بارح كمان اعلنوا ان الفايدة قلتهم عشان كده احنا بنقول دلوقتي بنتمنى وده يعني ارسالة بنشت بيها دلوقتي الدولة والبنك المركزي ان يكون في زي فكرة شهادات قناة سويس يكون في حاجة تجيب عائد او فايدة ترضي الناس وفي نفس وقت الفلوس دي هتلاقوا اقبال من الناس كتير قوي انهم يشاركوا في مشروعات قومية سيد سروة عدلي بيقول صباح الخير وعايز اقول طمع بعض الناس في الارباح الكبيرة لازم الواحد يفكر كتير في استثمارك في المكان المضمون زي البنوك صحيح فايدة بسيطة لكن مضمونة وربنا هيبارك في القلال سيد سعد العشم يا رب حافظ على مصر وشعبها من الوباء جونت غبريال بتصبح علينا من سهاج وبتقول على فكرة مستر حسين في نماذج كتير منه في محافظات كتير احنا الفلوس بتغرينا وبنفكرش في الفايدة الكبيرة دي منين مش بنحكم العقل الفلوس بتاعمل الناس وكل شوية يظهر مستر حسين ويلاقي الاف الطمعين اللي بيساعده ده حقيقي يعني شكا قلنا انه مش نموذج واحد ولا اول ولا هتكون اخر مار احنا اللي لازم يبقى عندنا الوعي بيصبح علينا ابو اندرو وميري وديع بتقول النصاب جشع وطمع الناس اللي شجعته والناس ما تعلموش ايم الناجح بيصبح علينا بولا مرزوق سلوة كساب بتقول العيف في موضوع مستر حسين على الدولة لو البنك يعطي فوائد كويسة ما كانش الناس توصل لكده وشكرا عمر البنوك ما تدي فايدة بزيادة تخسر فيها يعني هما لما بيزودوا الفايدة بيبقى لسبب وبينقصوها لسبب ما لهمش دعوة هما الاقتصاد مش بيعرف قصة المراعاة الناس فنديهم فايدة والقصة دي لكن احنا حتى لما بنتكلم بنقول اكيد في طرق تانية في الاقتصاد سندي استثمار او حاجات احنا لسه مش متعودين عليها يبقى فيها فايدة للناس اكبر اكبر من كتر سندي مارفة مقار بتقول الناس بقى تكسلانة وبتجري ورا المكسب السهل ابو سفين من البحيرة صباح الفل على احلى مزعين ريمان وديع بتصبح حالينا كوكو جوجو بتصبح حالينا وبتسلم علينا بتقول الحمد لله على السلامة اهبة وريضة بشرة بيصبح حالينا انا من جار احنا قلناها حدوطك جار في البلد اللي فيها مستر حسين في برضو ايوب رزق بيصبح علينا بيقول طول ما فيه طمعين يوجد نصابين مرسى موريس برضو بتصبح علينا بطول يا رب ارحم منور عيون القلوب القانون لا يحمي المغفلين ام شنودة صباح الورد والفل والياسمين ربنا يكفينا شر الطمع اكاونت باسم العدرة ماريام صباح الفل والياسمين ماما ماريام وابا نوب وميخة وبابا رامي عماد زاهي بولا جيرجس برضو بيقول القانون لا يحمي المغفلين استر عبد الوهاب صباح الخير والبركة والفل والانجيل قال سيروا في النور لتصبح أولاد النور عماد راتب بيقول يا سيد الفاضل سأله نصاب ليه بينصب يعني على الناس نفس المعنى يعني فكرة بس الطمع مرة تانية يعني عايزين نقول انه مش فكرة بس الطمع لكن ان انا استسهل او ان انا افرح بمكسب كبير لا بدور المكسب ده جاي منين ولا لو هو حقيقي يعني حتى هيدي فلوس طيب المكسب الكبير ده والفايدة الكبيرة هو جابها بيتجر في ايه تجيب المكسب ده فاكيد ما حدش فينا هيقبل حتى لو حقيقة هيديلك فلوس انك هتاخد العائد ده وانت مش عارف الفلوس دي اصلها ايه وتدخلها بيتك وتأكل ولادك منها وغير لما انت اللي بتبقى تعبان في الحاجة وفي الفلوس دي فانت بتبقى فرحان وحاسس ببركة ربنا في كل قرش داخل البيت وإحنا من ناحيتنا هيبقى يعني ان شاء الله نستعد الفترة اللي جاية منعمل موضوع عن ازاي الناس تستسمر فلوسها مش الناس يعني مش حد يكون معا ملايين لكن اللي معا مية عايز يأكل منهم عيش انه هو مش كبير في السن مش بيقدر يفتح مشروع او مش بيقدر يشتغل ما عندوش خبرات في مجالات معينة طاعتنا نشتغل علي طيب نقول طلبات التبرع اللي معين النهاردة مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم اي موجب السن من 25 ل45 سنة رقم التليفون 012 766 74768 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بي موجب او موجب السن من 25 ل40 سنة رقم التليفون 01554183 043 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم اي سالب السن من 24 ل40 سنة ويكون خالي من الامراض ارقام التليفون 012 8479 5399 او 012 651 2715 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم اي موجب السن من 25 ل40 سنة ويكون خالي من الامراض ارقام التليفون 0100 1 9 8 7 6 6 2 او 012 7 3 7 0 5 8 5 3 ويا رب بالشفة للجميع يا رب بالشفة للجميع ولسه معاكم ولسه معنا موضوعات كتيرة في اخبارنا النهاردة نحب ان حضراتكم تعرفوها فاصل قصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة